السلام عليكم ورحمة الله دائما كنت أتساءل وأسأل نفسي سؤال كيف سيظهر الإمام المهدي في ظل هذه الوحدة الظاهرية ما بين أهل الكفر وما بين أعداء الإسلام اتحاد الكفار إنجاز التعبير في معادات الإسلام وعدم ظهور أي آفاق لتفتت هذا الاتحاد كان العقبة الواقعية لظهور الإمام المهدي كيف ستحدث الملحمة الكبرى ومن قبلها المصالحة ما بين المسلمين وما بين الروم وقتال العدو المشترك كيف سيظهر المهدي في ظل هذه الأجواء فكانت الإجابة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا هي البداية انتبه معي لأن هذه الحلقة من أهم الحلقات ولا بد أن ننشرها على أوسع نطاق ممكن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ليست هي حرب هار مجدون ولكن هي مقدمة لفكرة فكرة في منتهى الأهمية وقريبة ووشيكة الحدوث إيه هي الفكرة ديت؟ ما هي هذه الفكرة؟ بداية الاختلاف ما بين أحزاب الكفر اللي كلهم مشتركين في معادات الإسلام والمسلمين وظهور القوة الكبرى التي تخرج من أرض الحجاز بقيادة الإمام المهدي قريبا جدا أقرب مما نتخيل جميعا تعالوا لكي لا نطيل عليكم نعرف هار مجدون الملحمة الكبرى هل هار مجدون هي الملحمة الكبرى؟ في البداية لازم نعرف مكان هار مجدون وسبب تسمية هار مجدون للي مش عارف نجيب الموضوع من أوله هار مجدون هي كلمة عبرية مكونة من مقطعين هار أو هار بمعنى جبل ومجدون بمعنى وادي اسم وادي في فلسطين هو موجود ويقع في مرج بن عامر على بعد خمسة وخمسين ميل شمال تل أبيب وعشرين ميل جنوب شرق حيفا وخمستاشر ميل من شاطئ المتوسط وتعرف منطقة مجدون الآن باسم تل المستلم وكلمة هار مجدون معناها جبل مجدون وهذه المعركة من وجهة نظر اليهود والنصارى وبالتحديد النصارى أنها معركة ستنشب آخر الزمان بين المؤمنين والكافرين طبعا إحنا في نظر النصارى كافرين يعني معركة تحدث ما بين النصارى والمسلمين اللي هما في نظرهم الكافرين وفي اعتقاد اليهود أن هذه المعركة أيضا ستنشب في آخر الزمان بقيادة المسيح المخلص عندهم ولاحظ أن اليهود والنصارى يقولوا أن هذه المعركة ستكون بقيادة المسيح ولكن المسيح اللي بينتظروا أو تنتظروا النصارى هو يسوع ثالث ثلاثة والمخلص اللي بينتظروا اليهود المسيح المخلص بتاعهم في الحقيقة هو الأعور الدجال وحديث سبعين ألف من يهود أصفهان يتبعهم الدجال في آخر الزمان واضح جدا أن هذا هو المخلص في نظرهم أو في اعتقاداتهم وقبل ما أقولك من هو قائد المسلمين في هارمجدون اللي عندنا في الإسلام اسمها الملحمة الكبرى يبقى ما يخرج حد يقولك إن الملحمة الكبرى حاجة وهارمجدون حاجة قلوا أنت مش عارف أي حاجة ولا تستند إلى أي دليل كلام يعني مش عايز أقولك كلام لا يستند إلى أي محتوى أو إلى أي دليل طيب ما دليلك أنت أن هارمجدون هي الملحمة الكبرى قبل ما أقولك من القائد بتاع الملحمة الكبرى أو هارمجدون سميها زي ما تسميها إيه الدليل أن هارمجدون هي الملحمة الكبرى استمع معي إلى هذا الحديث الحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم في روايات أخرى تقول من ورائكم مش من ورائهم هم من ورائكم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج زيت لول اللي هو إيه؟ إيه هو المرج الذي زيت لول هارمجدون فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب فيقول غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فيغضر القوم تكون الملاحم فيجتمعون لكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلف يبه هذا الحديث يوضح لنا جليا أن هارمجدون المسمى عند اليهود والنصارى هي الملحمة الكبرى مين قائد الملحمة الكبرى ودي أهم حاجة للناس التي تتكلم بغير علم ولا بغير دليل وتقول إننا لسنا أو أننا لسنا في زمان المهدي قائد معركة هارمجدون اللي هيقود المسلمين في الملحمة الكبرى هو الإمام المهدي وإليك الدليل الواضح القاطع إذ لا اجتهاد مع نص ما ينفعش تجيبك أخبار أو كلام من أهل الكتاب وإسقاطات يعني مش أدلة واضحة وبعد كده تخرج علينا وتقول إن الملحمة الكبرى حاجة وهارمجدون حاجة تانية خالص المهدي هو قائد المسلمين يومئذ أهل العلم من شراح الحديث حديث الملحمة قالوا أن أمير جيش الملحمة هو الإمام المهدي ذكر ذلك الحافظ ابن كسير في النهاية في الفتن والملاحم لقتال الملحمة مع الروم بعد أن بوب لذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أيضا ذكر كتاب صاحب عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر أن أمير الملحمة الكبرى هو الإمام المهدي ذكر أيضا الشيخ التوجري في كتاب اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة أن أميرهم هو الإمام المهدي طيب وغيرهم على فكرة كثير من أهل العلم قالوا أن أمير الملحمة هو الإمام المهدي استدلوا كلهم بإيدللهم الحديث الذي رواه الخطيب في المتفق والمفترق أن أمير الجيش إذ ذاك من عطرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإمام المهدي حديث أوضح من ذلك حديث أبو هريرة يجيش الروم على وال من عطرتي اسمه يواطئ اسمي فيلتقون بما كان يقال له العماق الأعماق رواية أخرى فيقتتلون فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك ثم يقتتلون يوما آخر فيقتل من المسلمين نحو ذلك ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكون على الروم يعني يؤتوه ذا من الروم فلا يزالون حتى يفتحوا القسطنطينية يبقى ده كلام واضح جدا أن أمير الملحمة الكبرى هو الإمام المهدي وقلنا إن الملحمة الكبرى هي هرمى جدون واستدلينا بالحديث بمرجن زي تلول ستصالحون الروم صلحا آمنا طيب كيف سنصل إلى هذه المرحلة إزاي بإسقاطات بقى على إيه على أرض الواقع الحرب الدائرة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا وأوكرانيا سيتمخض عنها أطراف إيه هي الأطراف تكتلات إيه هي التكتلات روسيا والصين من جهة وعلى الجانب الآخر المسلمين وهنقولك بالتفصيل من هم المسلمين دلوقتي المسلمين معاهم أوروبا يبقى من جهة روسيا والصين ومن جهة أخرى الروم ومعهم المسلمين ولكن من هم المسلمون في ذلك التوقيت الحديث ذكرهم القوة الجديدة الناشئة في أرض الحجاز بقيادة الإمام المهدي الإمام المهدي هو ده تسلسل الأحداث ليه لأن لازم علشان تحدث الملحمة يكون قائد الملحمة هو الإمام المهدي انتبه إلى هذه التفاصيل ألم أقل لكم هذه الحلقة تستحق الاهتمام وانشرها على أوسع نطاق ممكن وده اللي بيفصر لينا كلام حخامات اليهود عندما قالوا أن حرب روسيا وأوكرانيا سيتمخض عنها ظهور المسيح كلام مهم جدا قالوا بيأكد لنا أن الأحداث خلاص اقتربت وعلى وشك طبعا أنا بحاول بقدر الإمكان أني ألم بكل الأحداث حتى يعني بصرع في الكلام بتكلم بسرعة عشان خاطر أننا ألم بأكبر قدر من الموضوع في أقل وقت عشان ما نطولش عليكم أي سؤال أو أي استفسار اتركوا في التعليقات وإن شاء الله نقوم بالإجابة عليه ولو يحتاج إلى شرح مطول إن شاء الله نعمله حلقة مستقلة بإذن الله بارك الله فيكم جميعا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته